مساء الخيرات مشاهدين الأعزاء حلقة جديدة من بيت للكل اسمحوا لي في البداية ورحب بزميلتي العزيزة لانا مساء الخير يا لانا مساء النور شافكي وبابا سعيدة وانت موجودة بحس كده اللوانس بحس التكامل العربي بحس دي روح برنامج بيت للكل أكيد وأنا دايماً بحكي شافكي بأنه يا ريت هذا الشعور اللي احنا نشعر فيه لما نجتمع أربع دول عربية في برنامج تحس فيه الدول كلها بأنه كم التقالف والعربي والتكاتف والتعاون شعور جميل جداً وأنا بدي أشيد كمان أنه إحنا لما ندخل لمصر ولما ندخل لمسبير وعلى فكرة زياراتنا المتكررة أصبحنا جزء من المكان وكأننا ندخل التلفزيون الأردني الناس والمحبة المصرية فأنا بدي أشكركم على هذا الاستقبال هذا مكاننا أكيد هذا أكيد بيت وده البيت وهو ده مهية البرنامج الحقيقة وأنا متأكدة أنه شعوبنا العربية متكملة يعني الشعوب لما تلتقي بعيداً عن كل شيء فيه تكامل وتقالف ويا رب نكون إحنا جزء من يعني يعني إرساء هذه الرسالة الرائعة اللي بنقدمنا إن شاء الله اليوم مشاهدينا نحن نتحدث عن اليوم العالمي للمعلمة مين مننا لم يتذكر مدرسه أو معلمه؟ ومين مننا لم يتعلم من معلمه؟ الكثير مننا تربى على أيدي مدرسين وخبراء في التعليم لا ننسى أبداً لا صورتهم ولا كلامهم ولا حتى الطريقة التي كانوا يقدمون بها المدة إذا كنا في المنزل أو وسط أهلينا يعلمونا الكلام المشي يطمأنون علينا على صحتنا ولكن يبقى المعلم يعلمك الحياة يبقى المعلم يشكل الوجدان بالعلم ويبقى المعلم يعطيك من شخصيته لتبقى شخصاً كاملاً من العلم والإتقال حقيقة مين مننا مش فاكر يعني أكيد أنت فاكرة مدرسين عندك كتير أكيد أكيد فاكرة مين مثلاً؟ يعني مثلاً أنا بتذكر أني كنت أحب مادة الإنجليش والتاريخ وأنا في المدرسة لأنني كنت أحب المعلمة اللي كانت تدرسني أهم للمادتين فكنت أنا أدرس مش علشان أحصل على العلامة كنت أدرس علشان أنا بحب المعلمة ما بديها تأخذ عني فكرة أني طالبة كسولة صحية فكم المعلم بيعطي دافع للإنسان بأنه يكون أفضل وما أحد فينا بينسب بأنه في حياته في معلم إما ترك له تجربة إيجابية أو ترك له تجربة سلبية لكن بغض النظر لا أحد يستطيع شافكي أن ينكر بأنه يمكن بناء إنسان أصعب من تشهيد القصور والجسور والأشياء الأخرى عم بيأسسه لمستقبل وأجيال فإحنا بنوجه تحية لكل المعلمين نتعرف إلينا أنا كان عندي اختلاف قوي يعني كنت يعني قبل ما تتخصصي يعني وإحنا لسه صغيرين مادة الكيميا كنت شطرة فيها جداً وكنت بحبها معادلات وسهلة مادة التاريخ يعني مش كنت شطرة بالصدفة ليه والدي أنا يعني قارئ نهم بشكل كبير فكان دايماً يطلعني على التاريخ ويحكي لي حكايات من التاريخ فبالتالي لما كنت أبقى في الفصل الدراسي والمدرس التاريخي يتكلم فيلاقي عندي معلومة فحصل ما بيني وما بينه تبادل فبقيت حاسة أنه فيه ربطة ما بينه وما بين والدي يعني بقيت حاسة أنه هم اللتين جزء من معلومة التاريخية فيظل المعلم الحقيقة علامة في الأزهان طول الوقت صحيح احنا منركز في حلقتنا كمان شافكي بأنه تقدير المعلم وقيمته شيء كتير كبير على الأسر وعلى الأهالي هذا البعد الأخلاقي والقيمي اللي لازم كل أسرة أيضاً مشاهدين من الأباء والأمهات بأنه نعزز قيمة المعلم عند أبنائنا وخاصة في ظل التطور التكنولوجي اللي أصبح الكتاب والمعلم ليس هو الباني والمرب الوحيد هناك مصادر كثيرة للتعلم فتبقى قيمة المعلم قيمة كبيرة لها الاحترام والتقدير أينما كان وفي كافة التخصصات أكيد اسمحي لنا الآن نذهب إلى فلسطين وإلى زمننا العزيز خنيس من هناك يوم الدولي للمعلم ولكن الظروف مختلفة في فلسطين هذا العام بالسنة الثانية على التوالي لا يمكن للمعلم الفلسطيني أن يحتفي بهذا العام كما جرت العادة فقدنا الكثير من المعلمين ومن المعلمات من أسرة التربية والتعليم في ظل هذه الحرب وهذا العدوان المستمر وكذلك ما يتعرض له المعلم على مدار السنوات الطوال في عمر الاحتلال الجاتم على صدور الشعب الفلسطيني من مضايقات واعتقال وممارسات همجية احتلالية طبعا نشكر مشاهدين الزميل خميس ماخهم من فلسطين الحبيبة وننتقل أيضا إلى العراق والتي يعلم العالم أجمع بما قدمته العراق من العلم والتعلم وأيضا كثير من الأمور التاريخية والتعليمية فإلى الزميل أحمد شكري من العراق شكرا لكم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل ونحن نحتفي حقيقة اليوم باليوم العالمي للمعلم كل عام وكل معلم في أي بقاع الأرض هو بخير وإن شاء الله هذه المسيرة العلمية المعطاء تستمر بإبداع مستمر عزان المشاهدين ومتابعي برنامجنا بيت للكل اليوم ضيفنا من العراق الأستاذ عديل عيسى والنقيب المعلمين العراقين ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير دكتور ومنورنا وكل عام وأنتم بخير مساء النور وأنتم بألف خير وشكرا جزيلا لإنتاحة الفرصة اللقاء زملائنا وتقديم التهنئة من خلال شاشة العراقية المباركة اليوم العالمي للمعلم في بداية الأمر ممكن أن تكون التهنئة هي الأجمل في بداية هذا الحوار بالتأكيد هم بنات المستقبل وبنات الأوطان وهم مصدر ثقة المجتمع وتقدم ورقي المجتمعات وبالتأكيد في مثل هذه المناسبة العطرة على قلوبنا نحيي كل معلمي العالم ونبارك لهم هذا اليوم المبارك ونتمنى أن نفي بوعودنا بحماية مكتسباتهم والسعي في تقديم الأفضل لهم وتأثير بيئة ملائمة لتقدم شعوبنا إن شاء الله نتحدث اليوم أن المشاهد العربي يتابع ويسمع عن الدور النقابي الدور المهم والأبرز في ممكن تشاريع قوانين الحفاظ على المعلم ما هو دور نقابة المعلمين العراقيين اليوم؟ بالتأكيد الدور النقابي في تطوير العمل المهني والقطاعي ضروري جدا وبصراحة القفزة النوعية للعمل النقابي في بلدنا ما بعد 2003 ممكن أن تعد رائدة على مستوى الوطن العربي والمنطقة النقابات اليوم في بلدنا تشهد تقدم ورقي من خلال ما تقدمه لمنتسبيها فبالتالي هي المدافع والمطالب في تحسين ظروف الوظيفية للمعلم أو لأي مهنة في قطاعهم وصار من الضروري أن ينتخب ممثلين عن كل مهنة لتأدية دورهم فيما يتعلق بتطوير المهنة نفسها اليوم نقابة المعلمين في العراق ما بعد 2003 تشهد انتخابات دورية ديمقراطية يشترك فيها الجميع وقطاع التربية والتعليم في بلدنا تجاوز عدد المنتسبين مليون وخمسين ولعله هي النقابة الأكبر على مستوى البلد وعلى مستوى المنطقة مثل ما هي في زملائنا في نقابة المعلمين في مصر هذا العدد الكبير لمنتسبين النقابة وهذا المد الجماهيري وهذا المستوى من عدد الجماهير بالتأكيد يتطلب مننا العطاء أكثر وأكثر في تطوير مهنة التعليم في توفير بيئة مناسبة في كسب المستحقات الحفاظ على المستحقات وكسب الانتيازات لهم هذه هي المهام التي تسعى النقابة دائما لتنفيذها أتقد اليوم أستاذ عديبي أن السياسات التعليمية وفرت الدعم الكامل للمعلم بالعراق بالتأكيد لا الدعم الكامل إذا ما تكلمنا عن هناك يعني دعم كامل للعاملين في قطاع التربية والتعليم يعوزنا الكثير كثير طموحنا أكبر هو أولا أنه كل ما كان المعلم والمدرس والأستاذ يتمتع بكافة حقوقه سوف يكون أداء أكبر مهنيا وبالتالي سوف ينعكس إيجابا على مستوى الطالب والتلميذ وهذه هي العملية المركبة بهذا الشكل علينا نسعى دائما في توفير السبل الكفيلة في أن يكون الجو مطمئن وبيئة مناسبة لأن يؤدي المعلم دوره دائما نسعى لتطوير مهاراته وقابلياته وبالتالي سوف تنعكس إيجابا في بناء المستقبل لأبناء سمعنا عن منظمة الإي آي هذه المنظمة عدها حراك معين في جوانب معينة إذا حضرتك ممكن أيضا عضو من خلال هذه المنظمة تحدثنا عن تفصيلاتها الإي آي هي منظمة الـ Education International أكبر منظمة تعني بنقابات التعليم في العالم تضم أكثر من 178 دولة كأعضاء واحدة من حراكاتها وأهدافها للآونة الأخيرة هو دعم التعليم العام المستمر وضد الخرقصة بالتعليم النقابة المعلمين هي عضو في هذه المنظمة وعضو فعال على مستوى المنطقة وعضو في اللجنة الإقليمية لهذه المنظمة على مستوى المنطقة وبالتالي هذه المنظمة هي واحدة من المؤسسين لهذه المناسبة التي نحن بصدد المباشرة بها التي هي عيد المعلم العالمي الإي آي واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية التي تعني في موضوع التعليم لها تجربة كبيرة وبصراحة على مستوى العمل النقابي والمهني وعلى مستوى التعليم في الآونة الأخيرة زارت العراق رئيس المنظمة وعملنا ورش مع هذه المنظمة في تدريب قيادات النقابة وفي تدريب جزء من ملاكاتنا التربوية والتعليمية في موضوع التعليم العام وكيفية الارتقاء بالمطالبة بحقوق المعلم وصدر مؤخرا عن طريق الأمم المتحدة توصيات أكثر من خمسين قرار كانت هذه المنظمة هي الدافعة لتنفيذ أو إقرار مثل هذه التوصيات مجملها يتحدث في تقوية وتطوير عملنا النقابي والمهني وكيفية الحفاظ على التعليم العام المستمر نتحدث اليوم النسبة والتناسب نحتاج تخطيط معين نحتاج بناء مدارس شنو اللي نحتاجه حتى ما يكون عندنا هذا العدد في المستقبل القريب واحدة من أهم المشاكل أنا ممكن أن أشخصها في واقع التربية والتعليم في بلدنا هو نقص الأبنية المدرسية نقص الأبنية المدرسية نقص الأبنية المدرسية بل هي المشكلة الأساسية في تلقى عملنا التربوي والتعليمي في البلد لو عملنا جاد دين أو الحكومة عملت بجدية في سد هذا النقص سوف نحتاج لتعيين أكثر من هذا العدد نحن بحاجة لتقريبا 8000 مدرس حتى يكون الدوام منتظم وبالتالي نحن أيضا على مستوى المنطقة البلد الأول بالنمو السكاني يجب أن يوازيه تخطيط في موضوع سد الحاجة بالنسبة للأبنية المدرسية الدولة خلال لقاءاتنا بالحكومة ومطالبتنا بهذا الموضوع عازمة على بناء 7000 بمشروع واحد لو نجحنا جميعا والجميع معني في هذا الموضوع لو نجحنا جميعا في أن نبني 7000 فعلا سوف نكون بحاجة لتعيين أيضا شباب عديدة متخرجة من هذه الكليات حتى نسد حاجتنا لتشكيل ملاكات لهذه المدرس أستاذ عديم من خلال هذا الحديث وضحنا بعض النقاط المهمة لأننا أعرف بأن الوقت ما يدركنا في هذه الحلقة نحتاج حلقات أطول وساعة أطول للحوار في قضية خاصة النقابة المعلمين والجانب التربة والمهم في كل البلدان اليوم نقابة المعلمين العراقيين ما أخذ دورها بشكل حقيقي أو ما هي المعوقات التي تواجهها النقابة اليوم من خلال أنت حضرتك ذكرت أكو أعمال مهمة، أكو اجتماعات مهمة، أكو توصيات تخرج من النقابة لكن ماذا تحتاج النقابة اليوم؟ بالتأكيد نحن بحاجة إلى أنه أولا نثقف ملاكاتنا التربة والتعليم لضرورة العمل النقابي قد تكون التجربة جديدة في بلدنا لكن هي ضرورة يجب أن يعيد جميع على مستوى الكوادر بشكل كامل وخصوصا الزميلات من المعلمات والمدرسات فيجب أن يكون لها تمثيل فعلي وواقعي في النقابة النقابة وفق قانونها تجري انتخاباتها كل أربع سنوات واحدة من حاجاتنا الضروري هو أن نثقف واقعنا التربوي وزملانا في المشاركة بهذه الانتخابات بقوة وأن يأخذون دورهم كلما كانت تفعيل بالمشاركة كلما كانت تجديد بدماء قيادات النقابة كانت النقابة أجدر بأنه تمثل هذا العدد الكبير من المعلمين هذه واحدة من همونا فيما يتعلق بعلاقاتنا والتاج مع الجانب التنفيذي وزارة التربية والحكومة نشهد تطور فصراحة مستمر في موضوع هذه العلاقة شكل مؤخرا مجلس ولأول مرة ولعله في المنطقة على مستوى البلدان المجاورة مجلس استشاري خاص بسيد رئيس الوزراء سماها هو حكومة الظل يتكون من سادة النقابة ورؤساء الاتحادات لكل القطاعات يجتمع دوريا مع الحكومة يعطي رأيها في موضوع قطاعة ويقترح مشاريع في هذا الموضوع مع وزارة التربية كنقابة معلمين علاقة إيجابية هي تستمع وتدعو نقيب المعلمين لحضور هيئة الرأي هي أكثر أو الهيئة التي تأخذ القرارات على مستوى الوزارة الوزير باستمرار بزيارة لنقابة المعلمين واستماع لرأيها هذه العلاقة الإيجابية بالتأكيد يضفي للقطاع بشكل كامل روح التعاون الإحساس بالمشاركة في اتخاذ القرار وتنفيذه راح يبعد ما يقلينا بعيدين عن أنه نكون بنفس الميدان نحن ووزارة التربية همومنا أكيد هي واحدة في كيفية تطوير هذا القطاع نحن فيما يتعلق بجانب المعلم والمدرس والملاكات والهيئات التدريسية وهم أكيد معنين في الجوانب الأخرى والمفاصل الأخرى للعملية التربوية ما نحتاجه هو أن يبقى مستوى الفهم عاليا في موضوع التعاطي الإيجابي ما بين النقابة والوزارة من الآن وللمستقبل أن يكون اليوم هو مثل إيجابي للقادمين على مستوى تشكيلات النقابة وعلى مستوى تشكيل الوزارة في أن تبقى هذه العلاقة أيضا إيجابية كل هذه أكيد طموحاتنا تحدياتنا في كيفية الارتقاء بواقعنا التربو والتعليمي هي نفسها تحديات الوزارة الذي هو مثل ما تكلمنا عن المشكلة الأساسية في موضوع الأبنية المدرسية جانب قد يكون مطروق على مستوى البلدان المجاورة لكنه كثيرا ما نعاني منه في بلدنا هو التدخلات السياسية في موضوع القطاع التربية والتعليم هذه التدخلات نحن ضد أن تكون مصدر سلبي في تأخر اتخاذ القرارات الصحيحة بالتأكيد هم غير معنيين في اتخاذ قرارات خاصة بالتعليم وبالتالي نحن مطالبين وبقوة أن تستقل وزارة التربية من أي محاصصة سياسية أو تدخل سياسي وأن يكون القرار بحثي أو خاص لناس مختصين اللي هي هيئة الرأي نحن مؤمنين للناس اللي موجودين في هيئة الرأي هم من نفس القطاع وهم أصحاب اختصاص وبالتأكيد نحن من خلال مراقبتنا هناك مفاصل ضمن برلمان العراق اللي هي لجان التربية والتعليم أيضا هم ناس مختصين وبالتالي بالإمكان الجانب السياسي يراقب عمل الحكومة أو عمل وزارة التربية من خلال هذه اللجانب اللي هم ممثلين هذه دعوتنا وهذه واحدة من التحديات الكبيرة اللي عادة ما نجدها ونشخصها أنه مؤثرة في تلك عمل الوزارة إن شاء الله نقيب المعلمين العراقين الأستاذ عدي ليسا ونورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل تمنياتنا لكل معلمين العراق و معلمين الوطن العربي حقيقة البلدان تبنى من خلال التربية والتعليم هذا المفصل المهم في بناء المجتمعات نورتنا كل عام و أنتم بخير مرة أخرى و إن شاء الله كل هذه المطالب تتحقق على أرض الواقع و يكون هناك دعم حكومي حقيقي للتربية والتعليم و نقابة المعلمين العراقيين و هذا كما نعرف أن دور اليوم سيد دولة رئيس الوزراء بدعم القطاع التربوي في العراق نورتنا و كل الحب و التقدير لحضرتك لحضورك في هذا الحوار شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن زملائي كان هذا محور العراق عن اليوم العالمي للمعلم تمنياتنا بالتوفيق لكل معلمين العالم و دمتم بأمان وسلام و خير و استمرار في هذه العملية التربوية المعطاءة لكم الصوت و الصورة زملاء لإكمال باقي فقرات برامجنا العربي بيت للكل كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا إناء المعلم خلينا نبدأ كده على طول بلغة عربية المعلم قيمة وقامة المعلم ممكن يعمل أكتر من دور دور أب دور الموجه دور الناصح دور الأستاذ و كمان دور المحتوي يعني كلنا نتذكر في سنين الدراسة معلمين بعينهم نتذكر مش فقط المادة التي تعلمناها من المعلم أو المعلمة ولكن نتذكر حتى طريقة الأداء يعني أنا أتذكر مثلا من معلميني بعض طرق الأداء التي كانوا يطلقون منها الكلمات أو الجمل فالمعلم قيمة وقامة طول الوقت ولذلك بيت للكل يحتفي ويتكلم مع المعلم وفي صحبتنا الليلة في بيت للكل أستاذة جيهان سعد الدين أحدى المعلمات مساء الخير ومن وراءنا في بيت للكل أهلا وسهلا مساء الخير مرسي جدا على السطافتي في البرنامج شكرا سيد جيهان يعني إحنا كنا منحكي شافكي في غرفة الضيافة قبل دخولنا للاستيديو فسألتك كم سنة من التدريس حكيتي لي 34 عام مصبوط أنا تعيين 1990 ما شاء الله وطلعت معيش ساة شهر تمانية 24 يعني إسا الشهر اللي فات لكن ما يبانش عليها ما يبانش عليها بالزبط الله يعطيك الصحة وشوفي كم أجيال مرت من تحت إيدك أيها بتشوفي طلابك وأبنائك هلّا صاروا أمهات وآباء وموظفين مصبوط في بنات على التواصل بها لحد دلوقتي يتجوزوا معهم أولاد وعلى التواصل بها لحد دلوقتي شو شعوريك؟ ساقية مش يعني حاجة بتخلي الجسمي أشعر حقيقي بجد لما أحس إن بني قدمة مسؤولة عن أسرة وبتربي أولاد وبتعلمهم زي ما أنا علمتها لما ولدي قابلني ويفتكر إن إنس جيهان اللي كانت بتديني لأ شيء سعيد يعني فيه ناس بتزعاد يقولك لأ معقولة لأ أنا كبرت قوي كده لأ أنا بسعد جدا بجد يعني مش عارفة أوصف شعور الإحساس الفرحة إن النتاج ده بتاعي كل طالب وكل طالبة ليه طريقة يعني عمر مكان الفصل الدراسي الجميع على مستوى واحد كل طالب فيه طالب يعني يتلقى العلم مباشرة فيه طالب ياخد وقت تفاوت آه فيه طالب مشاكس فيه طالب هادي قوي فيه طالب يبقى عنده حياء ومحرج إن هو يسأل إزاي كنتي بتتعاملي مع اختلاف الطلاب؟ هو الواحد الحمد لله رب العالمين من خبرتي بقدر أحس من عين الطالب وأنا قاعدة أنا ما بقفش قدام بس أنا بتحرك في وسط الفصل فبقى عندي قدرة إن أنا أفهم ده استوعب ولا لأ من العين فبحس إن ده ما استوعب ما وصلتلوش المعلومة بعيد تاني من غير ما أحرج إن أنت موصلتلكش إزاي؟ إنت ليه المعلومة مدخلتش عندك؟ فبعيد أوتوماتيك مرة تانية على شام خاطر أقدر أوصل المعلومة واضمن إن الكل استوعب وبعرف من عينيهم المعلومة وصلت ولا لأ؟ رائع سيد شيهان كنا بنحكي كمان في نقطة تانية برا كنت أحكي لك إنه كم المعلم بيترك أثر في حياة الإنسان إما أثر سلبي أو أثر إيجابي الآن يعني أكيد مريتي في مواقف كتيرة هلأ الأستاذ ممكن ينسى طالبه لأنه مرت أجيال كتير بحياته بس الطالب عمره ما بينسى المعلمة اللي درسه وشو ترك فيه أثر؟ شو الأشياء اللي بتحاولي تركزي عليها بحيث إنها تترك ذكرى حلوة وطابق حلو في حياة هذا الإنسان وبنفس الوقت إنها تكون هاي الذكرى داعم إله في الحياة نجحه كيف تشتغلي على هاي الأمور؟ الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة التشجيع ولو بحاجة صويرة يعني أنا بدرس في السنوي اللي بجيب ستيكرز اللي هي القلوب والوردات اللي هي جلاتر دي كتبت إيساي كتبت باراغرف فبقرأ اللي هي كتبته الله حلو بس كان نقصك دي بس كان عايز دي مجهود حلو يا ريت تكملي البنات بيجمعوا الستيكرز في صفحة واحدة عشان يشوفوا على مدار السنة الستيكرز دي قد إيه واخدت إيه من النيس دي وشجعتني كم مرة يعني بحاول أشوف مثلا إن الطالبة دي الوقتي أو السن اللي إحنا في ده بيتأثروا بالبلوجرز صحيح بيتأثروا بالإنفلوينسرز طب ليه أنا بقى مش أنا انفلوينس دم ليه أنا مؤثرش فيهم فبحاول أدور على الطريقة اللي أخليها تشوفني وتعمل زي إزاي بتقدري تواكبي ما بين التكنولوجيا الحديثة السريعة اللي بتتغير وأكيد على مشوار حضرتك تغيرت كتير جدا أيها فإزاي قدرتي وإزاي وكبتي وإزاي غيرتي هو أنا بحاول أستغل مثلا شايفة بلوجر يتكلم عن موضوع معين أو حاجة في النت ظهرت بقول مثلا عايزين نكتب موضوع عن ده أتناقش في الفصل في حاجة زي دي هل هنا عشان معلش في المقاطعة هل هنا عشان حضرتك خايفة إن الولاد يعني يتشتتوا معاه فأنتي بترجعيهم وتصححي المسألة آه هي معلومة غير مباشرة بحيث إن أنا لأ إزاي دي التلبس كذا دي ما عرفش بتقول كلام مش لظيف مش لازم كل كلمة نقولها في ألفاظ حلين اللي وين دول بتأثر فعلا من السوشيال ميديا مش حلوة بالمرة فبقى تدرج على سنة لأ أنا ما بحبش أسمع دي أنا ويدني ما بتسمعش دي لأ البنانية الأمامير يكلموا زي والطريقة الستاندرد نتكلم بها زي فبرضه بحاول إن أنا أصد اللي داخل علي من السوشيال ميديا والإنفلونسرز اللي مش حلوين بطريقة غير مباشرة بإن أنا أتكلم في وسط كلامي بنصيحة غير مباشرة عشان تقبل طبعا شوفي تقدير المعلم قضية هامة كتير لأنه إحنا بنعطي رسالة من خلال تقدير المعلم للأجيال بأنه هذا الإنسان هذا المعلم هو يعني هو قامة له هالة من الاحترام ومن التقدير أنا اسمحولي واسمحيلي شافكي وضيفتنا مسجهان أنا مريت في موقف يعني وأنا مزيعة كنت مرة على الهواء وفي إحدى الضيوف الضيفات بدهم يدخلوهم علي علشان أحاورهم فأنا ما ربطت مع مرور السنوات إنه إحدى تلك الضيفات ذكرتني هي بتحكي لي مش متذكرتيني أنا مس فلاني أنا معلمتك أنا حقيقة يعني مر علي ضيوف كتير بس هذا اللقاء أصبت بحل من الإرباك لحيبة هذا المعلم ولتقديره فلازلت طالبة في حضرتها حتى وأنا مزيعة وبحاورها فتقدير المعلم شيء أهم جدا يعني مثلا إحنا في الأردن في جائسة الملكة رانيا للمعلم المتميز للمدير المتميز وبالتالي هذا المدير ليس كجميع المدرة وهذا المعلم ليس ككل المعلمين لكن نعطي قيمته وتقديره على جهده الآن أنا اللي بعرف كمان بعد ما تقاعدتي معالي الوزير في مصر مددلك كمان الدرسة تقديرا لجهودك كم هذا التقدير بيعني للمعلم أني مش هبطل عطاء أني حافظة لأكمل أني حابة مدتي وحابة أني أكمل أنا جوية حاجات كتير عايزة أوصلها للطلبة بسعد جدا لما طالبة تقولي أنا بشتغل في الصيف والمحل اللي أنا وقفة فيه في تانية سنوية وبقابل جنسيات مختلفة يميسوا بيكلموا انجليزي واتكلمت معهم يميس كنت سعيدة جدا وأطرت عليها جدا قلت لها برافو عليكي قادي نتيجة تعبي إن أنت قدرت تتكلمي وتنطقي من غير خجل من غير كسوف تكلمي وشاركي وخبطي في الكلام حيفهمك الراجل بس المهم إن أنت ما تبقيش خايفة تعلمتي من مين؟ يعني أكيد مشوارك كان فيه أيضا يعني كنت تلميذة أي فيعني المعلم الجايد أكيد كان تلميذ يتعلم كثيرا من أستاذ أيضا جايد أي فكلميني برضو عن مين مدرسينك تعلمتي منهم أثروا فيك إيه وإزاي خلقوا جواكي أستاذة ومعلمة هو أنا وأنا في سنوي في قولها السنوي كانت هتدي مدرسة إنجلش كان اسماها ميسيس ميرفت شوفي يا فاقلة مدرسة مدرسة بسنينة ها 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 الست دي كانت طويلة وديها لبس سبيشيال كده حاجة تمييزها كمدرسة إنجلش تحسيها كده حاجة من كده من جاي من إنجلترا حتف لسه جاية وحالاً اللي تعلمتم منها بقى إن لو زبطت واحدة فينا بتتوب في الفصل دي بس وما بتقولش لفظ خارج فالشخصيتي أثرت فيها جميل جداً مدرس الكيمياء اللي كان بيديني في سنوي برضو أستاذ ريمون مجد العالمي بتاع الفيزياء لا 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 كمية مدرسين وفعلاً في سنوي الناس دي أثرت سنوي جداً هم اللي حرفتك في مهلة التدريس؟ أنا الأسرة عندي كلها خالاتي وخلاني تقريباً كلهم كانوا تدريس بس اللي رحمة ماما كان عندها طولة بال في كيفية توصيل المعلومة وكيفية البحث على الأمارة المعينة اللي تشرح بها بحيث ماما كانش مدرسة ماما كانش متعلمة غير لحد تاني عدادي فالقدرة على توصيل المعلومة اللي قدامك بأي طريقة بأمارة بكلمة بحدوتة بحيث إنها تلزق ما تطلعش فطولت البال والقدرة على توصيل المعلومة مرة واثنين وثلاثة لحد ما تأكد ما وصلت فدي برضو كانت ضمن ده كان زمان حالياً بقى المواجهين مديرة مدرستي حقيقي هي اللي اللي بتخلي الواحد يطلع كل اللي عنده في تشجيع في إطراق في كلمات شكر هي مش مطالبة بدا لكن هي حاسة إن الناس دي زي ما احنا بنعمل مع الطلبة هي بتعمل معانا إنت جوك باور ممكن تطلع لما هتشجعني هتطلع أكتر وهتطلع بزيادة وحدي أكتر احنا السنة اللي فاتت كان عندنا سيد وزير رضا الحجازي جالنا المدرسة احنا مدرسة في منية ناصر الحمد لله رب العالمين كذا وفد أجنبي من البنك الدولي جالنا المدرسة الحمد لله مدرسة على وضع قيم واجهة إدارة الإدارة بتشهد لنا من مجهود المديرة ومن مجهودنا معها لأن كلنا بقينا أسرة واحدة ده برضو بيخلي الواحد يطلع لجواه ده من ضمن التحفيزات اللي مخلية الواحد مستعد يدي حتى بعد الستين نذهب الآن إلى فلسطين الحبيبة حيث التعليم واختلاف أيضا المجالات المختلفة داخل التعليم ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للمعلم الفلسطيني بالنسبة للتربية والتعليم في فلسطين هذا ما نناقشه مشاهدينا مشاهدي برنامج بيت للكل مع الدكتور محمد ربعي الخبير في مجال الإدارة التربوية أهلا مرحبا بك معنا دكتور إلى بيت للكل أهلا وسألنا بكم في البداية الرحمة للشهداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن تغمدهم واسع فضل ورحمة يا رب العالمين وشفاء العاجل للجرحة وفكر الله أسرانا أسرى فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المعلم الفلسطين صاحب رسالة ولكن نحن نعيش هذا العدوان وقد فقدنا ألاف المعلمين وكذلك الطلبة والعدوان مستمر وأبناء شعبنا في قطاع غزة حرموا من التعليم سواء كان تعليم المدرسي أو حتى في المراحل المختلفة الشامعية ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة للمعلم والعالم كله يحتفي بيوم المعلم وفي فلسطين تغيب هذه الفعاليات يعني في البداية نحن نحن عن فلسطين أقل نسبة أمية بالعالم بشكل كامل نحن نسبة أقل من 3% نسبة الأمية داخل فلسطين نحن نحن على حركة تعليمية مستمرة ناهضة داخل الوسط العربي كانت رائدة فيها فلسطين بتاريخها وصموتها ومعلميها ومعلماتها نحن هذه السنة بالذات أو نحكي عن طوال تاريخ شعبة فلسطينية المعلم كان يشكل حجر أساس وحجر الزاوية في هذا الموضوع لأنه المعلم هو الذي يحمل المعنى يحمل الرسالة يحمل البعد القيمي الأخلاقي الحضاري المعلم هو الذي يمتلك فلسفة التربية ثم التعليم الذي كان يرسخ في أبنائه رسالة الإصرار والصمود والتحدي رغم قساوة الظروف وقساوة الحرب وقساوة الألم المعلم الذي يؤدي دور espère. المعلم الفلسطيني الذي ي britannib SR الذي يوجد على الحاجز يتعدى الحواجز تجد داخر الخيمة يمسك ورقة وقلم ويعلم داخ visibility الخيمة المعلم الفلسطيني يجدد داخل السجن أخرى السجن المعلم الفلسطيني المحمل بالألم المحمد بأثقال الباهظة من المسؤوليات وعبئ المناهج وعبئ التمرير المادة العالمية والالمحتوى التعليمي وفوق ما وفسه نحن بمسيرة تربية و التعليم داخل فلسطين قد خطط خطوات رائعة جداً ولكن أثر الاحتلال القوي الذي يحاول أن يؤد أي صوت فلسطيني ناهم أي صوت الحرية هذا الاحتلال الذي يشكل بمعنى الكلمة عقبة رئيسية في سبيل تطور المجتمع الفلسطيني في سبيل الوائد من حريته ومن كرامته والحصول على ذوت المستقل وعاسمة القدس الشريف نحن 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 عن آلاف المعلمين اللي بمعنى الكلمة في طريق الاستشهاد استشهده فيه في جراء العدوان جرحة أسرة جرحة وأسرة ومعلمين وحتى مفقودين نتحدث اليوم عن أكثر من خمسين ألف شهيد نحكي على ثنين مليون نازح في المواصف معظم في المواصف في رفاح نتحدث أنت عن أكثر من خمس وتسعين ألف وسبعمائة وسبعمائة وعشرين جريح أكثر من عشر ألاف مفقود نسبة كبيرة منهم هم طلابنا هم طالباتنا هم معلمين هم معلمات أكثر من هدم من 200 مدرسة داخل قطاع غزة نحكي إحنا داخل قطاع غزة أكثر من 70% من الطلبة الفلسطينيين وعانوا من الاختلال في وضحه من نفسه نتيجة للحرب القاسية والصوت العالي يستمعونه بشكل مستمر هذا أمر يؤدي بأنه بمعنى الكلمة إحنا نجابه المعلم الفلسطيني نجابه حرب على أكثر بالمستوى وعلى ذكر المجابه هذه تابعنا أيضا الكثير من المبادرات في قطاع غزة على مستوى الخيمة لتعليم الطلاب الفلسطينيين بعد أن فقدت المدارس ودمرت عن بكرة أبيها في قطاع غزة قدنا يعني مئات المدارس في القطاع ومش بس يكون تحولت المدارس إلى أماكن للنزوح تحولت المدرسة مراكز إيواء مراكز إيواء وقصفت هذه المدارس في ظل وجود لاجئين داخل هذه المدارس ولكن يعني هي الرسالة الواضحة عند الشعب فلسطين رسالة الإصرار والتحدي بأن هذا المعلم يبقى يعلم رسالته رسالة تعليم داخل الخيمة وخارج الخيمة بالشارع في كل مكان تجد هذا المعلم الذي يحمل هذه الرسالة السموية المقدسة في النص المقدس الأول في كتاب الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم تجد رسالة القلم ما زالت موجود عند هذا الشعب تجد بأن هذا الشعب لن يفرط بالممحاء والمبراء والقلم باستمرار لأن هناك تلاقي بمبادرات نوعية بمبادرات ذاتية بمبادرة من وزارة التربية والتعليم أنه المعلم داخل الخيمة شفنا اللي بشتغ على التأسيس احنا نعرف بأنه عام كامل قد ذهب على المرحلة الدراسية السابقة حرم وطلاب الثانوية عامة حرم الثروية العامة لا يوجد حالة من الحراك في هذا الموضوع وزارة التروية والتعليم لديه استعداد لليوم التالي للحرب لأنك لا تستطيع تعمل أي تدخل آني وتدخل رسالي في المرحلة الحالية اللي بعد ما تدى الأمور قل ما فيها حتى توظف تكنولوجيا تعمل عبارة عن بيوت عبارة عن غرف صفية جاهزة يعني في خطة موجودة داخل الحكومة الفلسطينية ولكن نحكي إحنا بالنهاية رغم هذا وذاك وجدنا المبادرات النوعية من قبل المعلمين في ظل هذا الظروف الصعبة لإيصال هذه الرسالة حتى لا نحرم أبنائنا كلمة إقراء بإذن الله لطالما كان الشعار دكتور هو الاستثمار في العنصر البشري في فلسطين لأنه إحنا بلد نفتقر إلى الموارد الطبيعية بالتالي كان الاستثمار وتركيز على الإنسان ويعني أعود لبداية حديثك بأنه إحنا أقل نسبة أمية ربما تكون نتفوق والمدرس الفلسطيني أو المعلم الفلسطيني له بصمة أيضا في بعض البلدان العربية على مدار السنوات الطويلة الماضية الساهمة أيضا في نهضة التعليم في تلك البلدان بالتالي هنا أي تحديات اليوم تقف عائق أمام تحقيق الطموح الفلسطيني في الاستثمار في الكادر البشري في الاستبرار في النجاحات التي وصلنا إليها وأن نراكم عليها فيما يخص مجال التعليم تطوير المعلم مواكبة أسس ومعايير التعليم الحديثة المنتشرة في العربية أريل اللي يشوف هو سر من أسرار المعلم الفلسطيني أنه يمتلك المعنى بمعنى يؤدي رسالته بشرف لهذه المهنة يؤدي هذه الرسالة بعمق مؤثر يخرج الفلسطيني الذي يحمل الأمانة السماوية الموجودة في قلبه ثباته على هذه الأرض هذا هو سر المعلم الفلسطيني الذي يحمل هذه الرسالة أجل ذلك إحنا داخل شعبنا فلسطيني مجتمع فلسطيني حاز العديد من المعلمين على جوائز عالمية لأفضل معلم في العالم حول الحروب غيرهم معلمات الفاضلات تتحدث عن عملية تطوير المناهج المستمرة للمجتمع الفلسطيني لمدارسنا الفلسطينية عملية مواكبة التقنيات والتكنولوجيا داخل المدارس بدأت أن نلمسها بطريقة جدا متقدمة جهود المعلمين أيضا وإشرافهم جهود ذاتية من قبل المعلمين وهذا أعطيك بمعنى الكريمة هو السر الذي يحمل المعلم الفلسطيني في ذاته بأنه يحمل رسالة ذات معنى وعشان هيك يوصل رسالة الصمود رسالة الثبات على هذه الأرض المباركة ورسالة بأنه إحنا عايشين على هذه البلاد وإحنا سوف نبقى ثابتين على هذه البلاد عشان هيك أنت تجد نجاحات برغم شح الموارد برغم قلة الإمكانيات برغم بأنه تضعضع في الحالة المالية استطعت استقرار مالي للمعلم المعلم ما عنده مشكلة بأنه يؤدي أدوار أخرى بعد انتهاء دوامه المدرسة حتى يحقق لقمة عيش شريفة في ظل هذا الواقع الصعب ويقوم صباحا باكرا ليؤدي هذه الرسالة وإكسب شرف لهذه المهمة ربما يعني الشيء بشيء يذكر فيما يتعلق بالرسالة الأدوار المختلفة إن كانت في الفترة الصباحية أو المسائية في فترة صباحية في منطقة مثلا جنوب نابلس يأخذ المدرس ومدير المدرسة دور الحارس على الطلاب أمام اعتداءات من قبل مستوطنين متطرفين وأنا ذكر أيضا الإنجازات التي تحققت عندما نستذكر هنا المعلمة التي أخذت رقم واحد على مستوى العالم الحروب كانت بداية المبادرة هي من شيء مرتبط بالاحتلال وما أحدثه الاحتلال في بيت اللحم على العائلة بشكل عام صحيح هنا يبرز التحدي والصمود يعني تحدي وصمود وكمان نقطة ثانية بأن هذا المعلم الفلسطيني اليوم تتحدث عن المعلم يحمل رسالة ورسالة عميقة ومؤثرة فيه وهو يسعى أنه يوصل هذه الرسالة بظل شح الإمكانيات إحنا بتحكي على مجتمعنا الفلسطيني مجتمع يعاني ولكن فوق هذا وذاك يؤدي هذه الرسالة لما نلاقي إحنا بأنه داخل عسيمة الثالثة البلد القديمة في نابلس لما تتحول المدارس إلى أماكن احتجاز تتحول في وقت انتحان الثانوية العامة إلى إطلاق نار إلى صوات انفجارات إلى غاز مسير للدموع داخل الغرف الصفية ويبقى المعلم ويبقى الطالب الثابت في مكانه وفي موقعه حتى يؤدي هذه الرسالة لا يتنازل ولا ينكسر أمام هذه الاعتداءات المستمرة لوائد هذه العملية التعليمي وهذه المسيح فطلبنا المعلم الفلسطيني أن يكون قائد للتغيير دكتور بالضبط بالضبط يغير في هذا الواقع يغير وثقافة التغيير في عقول بالضبط يغير هذا الواقع المعلم الفلسطيني يطلب منه الكثير والكثير وهذه مسؤولية وأمانة أولا وأخيرا رقم الثاني لازم ننتقل إحنا من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى ألا وهي تطوير ودمج عملية التقنية داخل التعليم بحكم العالم المتسارع ولمواكبة الثورة الرقمية موجودة حاليا بهذا العصر وشوفنا نجاحات عند معلمين فلسطينيين كيف وظفوا التقنية بالتعليم تجاوزوا الحدود والسدود الحواجز الموجودة عملت الانتقال من التعليم النظامي إلى التعليم عن بعد في ظل الاحتلال لما يدخل الجيش إلى منطقة معينة مباشرة تتحول المدارس إلى تعليم عن بعد بشكل تلقائي المعلم اليوم بالرغم من أنه ضعف الإمكانيات إلا أنه يحاول يبدو القصارى جهده أن يوصل رسالته ويبقى محافظة عليها لك أنا أحكي لك أنه برغم أنه المسيرة فيها كثير من التحديات إلا أنه المعلم الفلسطيني استطاع في ظل الظرف الراهن أن يضع بصمته الحقيقية في هذا الواقع قدر على التكيف أيضا ولكن في كلمة أخيرة وفي دقيقة إذا سمحت ما هي رسالة على وجه الخصوص للمعلمين في قطاع غزة؟ يعني نرفع القبة احتراما لكل معلم في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس الذي يعاني من نير الاحتلال نقول لهم أنتم على ثغر وأنتم على أمانة وأنتم المرابطون في الميدان أنتم من اخترتم القتال في الميدان التربوي شكرا جزيلا لكم هي أمانة وهي رسالة وتصطر دماؤكم وأوقاتكم من ذهب في سجلات البطولة والفداء لأنكم اخترتم أن تصنعوا إنسان صناعة إنسان أعظم صناع في التاريخ قال رب العالمين لموسى عليه السلام ولي تصنع على عيني لجل ذلك صناعة الإنسان قبل البنيان أنتم من تصنعوا هذا الجيل جيل النصر والتمكين والتحرير الخبير في مجال الإدارة التربوي دكتور محمد ربعي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في بيت للكم شكرا جزيلا لك نوعنا بجمعية جائزة الملك إيراني العبدالله للتميز التربوي بتأدير واحتفاء بالتربويين المتميزين في الميدان التربوي فتأسست الجمعية بإيرادة ملكية سامية عام 2005 لتكون الجهة الوطنية المعنية بنشر وطعميخ ثقافة التميز التربوي من خلال تسليط الضوء على أولئك التربويين وإنجازاتهم وقدراتهم الإبداعية وإصرارهم في توفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا وبناتنا الطلب بالتأكيد بتميز الأردن باهتمام ملكي بإبراز مكانة المعلم من خلال إطلاق العديد من الجوائز التميز التربوي اللي بتهدف لتحفيز المعلمين والمدراء والمشهدين التربويين لمزيد من العطاء والاحتفاء بدورهم في نهضة التعليم وبدورنا ندعو المجتمع الأردني بمختلف قطاعاته بالاحتفاء بيوم المعلم العالمي انطلاقاً من إيماننا العميق بدور المعلم ببناء وتمكين جيل المستقبل أكفت الوزارة على منح الفائزين بالجائزة فرصاً للمشاركة بجميع البرامج والمشاريع التي تطرحها الوزارة من دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات تعليمية متخصصة إضافة إلى تحسين مسارهم الوظيفي من خلال منحهم رتباً أعلى في نظام الرتب ومنحهم أولوية ونقاطاً إضافية في كل ترقية يتقدمون إليها كما تتاح لهم فرصة المساهمة في تطوير المناهج والبرامج التعليمية أطلقت مشروع القيم قيم مسؤوليتي غرست القيم عن طريق فريق كامل من المعلمين بدعم من الإدارة من المجتمع المحلي من خلال إحياء القيم الوطنية والقيم الأخلاقية اللي الآن إحنا بطلابنا نحتاجها وبمجتمعنا الحمد لله فوزت بالمركز الأول وكان توفيق من ربي العالمياً وبركة دعاء الوالدين وإجتهاد متواصل عبر 15 سنة الحمد لله تكلل بالفوز والنجاح وإن شاء الله مستمرين على هذا النهج نحن اليوم نتواجد هنا وبفضل الله تم تكريمنا من جلالة الملك الراني العبدالله حفظها الله بالمديرية التي فهزت على منصة والإقليم مديرية التربية التعليم لقصبة إربد وحصلنا على شهادة تقدير وهذه الشهادة لم تأتي من فراغ بل من جهد قامت به مديرية التربية التعليم في قصبة إربد للحفاظ على نشر ثقافة التمييز والإسمرار بالمشاركة في هذه الجائزة الحمد لله كان هو فريق عمل طبعاً اشتغلنا مع بعض مع المعلمين بروح الفريق كان ليس عملي وحدي وإنه كمان فريق كامل فإحنا اشتغلت على صعوبات التعلم على طلب الذوي الإعاقة أمنت لهم جميع يعني كان عندي قصص نجاح كثيرة بالنسبة لطلاب ذوي الإعاقة اللي وحقهم في التعليم وبناء عليه اشتغلنا من جميع على التعليم على جميع المراحة الحمد لله أن لنا المركز الأول والمبسوطين كثير بهذه الجائزة وبشكر الكادر الإداري والكادر التعليمي عندي بالروضة الحمد لله وصلنا لهذه النتيجة بالعمل وأمنت بنفسي وقدراتي وبدعم مديريتي أولاً ومديرتي وزميلاتي والحمد لله بنشكر جالة الملكة راني على هذا التكريم ومن هون أنا بحفز جميع المعلمين على المشاركة في هذه الجائزة لما لها من أثر طيب في زيادة خبرتنا المهنية كمعلمين هذه الجائزة التي فتحت آفاق كبيرة أمام المعلم مستقبلاً بإذن الله ولن توقفني هذه الجائزة عن التمييز وإنما هي تزيدني إصراراً على التمييز بإذن الله وقم للمعلم وفي التبجينة أكاد المعلم أن يكون أسونا نعلو بأثركم نسمو بكم نحن هنا من أجلكم نحن هنا من أجلكم بالأمل بالجهد والعمل نجتاز الصعاب يوجد حلم خلف الباب يحتاج قلماً وكتاب لعالم أشمل نبني جيلاً بعد جيل بالعلم لا شيء مستحيل نحن من يصنع فرق نسرع خيراً في الطرق طوقاً ينجي من الغرق وحلمنا للأفق نحن من يعطي فكرة ونسع دوماً للنجاح لا نعرف ما معنى اليأس وندرك أن العلم السلاح ومهما اشتد بنا الظلام نتحدى كل الظروف والعلم نور والأحلام تكسر كل قيود الخوف بس جهاني الآن داخلين إحنا كدول عربية وإحنا جزء كمان في الأردن أنا بحكي عن تجربتنا دائماً فيه تطوير للمناهج الدراسية حسب تطورات العالم والتطلبات العصر والدول العربية نفس الشيء وفي مصر نفس الشيء الآن هلأ مراتي بنرجع بنحكي بأنه والله لما كانوا يعلمونا آبائنا وأمهاتنا إحنا إنه كيف كان مثلاً التعليم يرسخ وإنه كيف خريج الإعدادية يعني كأنه خريج جامعة الآن لكن كيف ممكن نستفيد وندمج بين تطوير العصر والمناهج والتكنولوجيا والأونلاين وبين التربية والتعليم القديم اللي أول كانوا آبائنا وأمهاتنا مش كله سيء لكن العصر تطور فيه أشياء إيجابية كتير ممكن إنها تصلح للعصر الحالي كيف هلأ ناخد بين التجربتين والخبرة تانيتين الماضي والحاضر أيوة أنا كاجيلي عندنا من ترديشنز القديمة التقريد القديمة والمدرسة القديمة والأسلوب القديم في التعليم ولما جاءت التكنولوجيا الشاطر بقى اللي يعمل دمجي بين الاثنين كيف زي الدكتور بالزبط اللي بيدي علاج مر في شوكولاتايا عشان الطالب أو المريض ياخدها ويقول الله ويحس بقيمتها بعد ما تعدل عليها الأيام ويعرف إن المر ده كان فيه صح ليك فالشطارة إن الواحد ياخد من داو ده ووصل المعلومة للطالب بطريقة غير مباشرة أو وصل النصيحة للطالب بطريقة غير مباشرة بحيث إنه هو يعني حتى لو في مرة مثلا أدخل الفصل وتكون حسة أخيرة في الصادف اللي بقى عندي التامنة مش عايزين نشتغل إنه يسا إحنا تعبانين طب خلص أوكي إيه رأيكم ناخد الستوري بتاعتنا هحكي لكم الستوري ونبقى عرفنا المنهج واتحكت عليهم بقى حكينا القصة اللي في المنهج المقررة علينا حب عربي وحب انجليزي كلمة عربي وكلمة انجليزي الحدوطة وصلت كلمتين دخلوا الودن غصبة عنهم وهم مش عايزين وما اشتغلناش نعتبر ما اشتغلناش ما اشتغلتش على البورد ما امسكتش كتاب لكن وصلت لده أنا عايزاه وهم مش حاسين فبصراحة الجيل بتعليمون دول عايز مروض إزاي أعرف أستخدم قديم مع جديد وهو مش حاسس ان هو وصلاله المعلومة بشدة بين سيابية وبثلاثة وتقبلها مبسوط دلوقتي الحقيقة الطالب عنده عالم بيدور حوالي يعني العالم مفتوح بشكل كبير جدا عليه يعني عنده البيت عنده الشارع عنده التكنولوجيا وعنده المدرس والمدرس نفس الشيء وكمان عايش في نفس العالم المتسع ده فهل بنسبالك التعليم الآن مرهق في توصيل المعلومة في وسط العالم اللي بيعيشه الطالب أم بقى أسهل لأنه بقى أكتر فعالية هو ممكن يبقى أسهل يعني يبقى أسهل وأكتر فعالية لو الواحد استغل اللي هما بيحبوه وطوعو للي أنا عايزة وصلهوله بحيث ان أنا ما خليهوش زي ما قلت لحدك ما يمسكش الموبايل بس اللي هن هو يخش على مواقع ويشوف حاجات لأ طب خشي هنتكلم النهاردة مثلا أنا أجيب محفوظ طب أنا معرفش حاجة أنا أجيب محفوظ أوكي خشي على النات ودوري على تاكستي يكون أنا أجيب محفوظ اقريه بعد ما تقريه اقفلي وبتدي اكتبيلي أنا أجيب محفوظ مثلا فاستخدمت الموبايل طب أنا مش بعرف مش حافظة كمية كلمات كفاية يا ميس أوكي اكتبي والكلمة اللي ما عرفتهاش خشي هاتيبني على الموبايل وتعالي حطيها بس بشرط هايلايت حطي عليها هايلايت واحفظيها وأنا بصحح لك حسألك دي جبتها منين جبتها منعنت طب دي معناها إيه كذا ميس إيه بقى أنا وصلت الآن كم ضروري المعلم كقدوة لأنه بيبني إنسان يطور مهاراته ويطور كفاياته ويدرب نفسه ويتطور مع الأجيال اللي عم تتطور تمام أول فيك يعني تدريبات بتيجي من وقت للتاني بمعدل تقريباً كل السنة قبل الدراسة أو في بداية الدراسة حاجة زي كده تدريبات مختلفة على أساس أن هي بتغير فعلاً من أو بتجدد بمعنى أصح بتجدد الطريقة الاستراتيجي المعينة اللي أنا هشتغل بيها بناخد كذا كذا استراتيجي والمدرس بقى بنحطهم في دفتر التحضير بتاعنا وبندور بقى على الطريقة المثلة أني أنا أوصل بها للطالب عن نفسي اكتشفت أن الديسكشن هي أفضل حاجة المناقشة مش محتاجة يعني في حاجة اسمها برينستورمينج اللي هي التمهيد اللي بيبقى في الأول وكلام ده هو كل على بعضهم مصر كم بتهتم أيضاً بتطوير المعلمين أكيد عندهم يعني معلمين أكفاء وإحنا دايماً منحكي أنه خرجين مصر يعني حتى من جامعاتها الحمد لله فكم الدولة في مصر يعني تهتم بتطوير وتدريب المعلمين من تجربتك بعد 34 عام لا التدريبات يعني بمعدل كل السنة مع أي كتاب جديد مع معنى الجديد بيبقى فيه التدريبات والمواجهين ويجبونها داكاترة ومؤلف الكتاب نفسه إن كان أجنبي أو مصري ويمكن المدرس في المدرسة الحكومة بيحاول إنه هو يرفع من المستوى عشان ما بقاش أقال من المدرسة في المدرسة انترنشنال خلينا نشوف رسالة حلوة زي ما بتقول لهم بالانجليزي من طلابك إليك رسالة من طلاب المدرسة إلى الأستاذة جيهان سعديدين لما قلت لنا إن هي هتسيب المدرسة إحنا زعلنا جدا إن إحنا كنش هنشوفها ولا كنا نسمع شرحها بس فرحتت أكتر إن هي ألسانة إن هي ترجع المدرسة تاني إحنا لسي ما كناش متوقعين إن حضرتك كان ترفع معي كنا شايفين إن حضرتك كنسة صغيرة وبعدين بعد ما ظهر الكرار إن حضرتك هترجع لنا تاني كان الكرار يعني صراحة جميل جدا إحنا كنا فرحلين جدا إن حضرتك رجعنا ميجيهان أحب أشكرك على وقفتك معنا وتشجيعك لنا وأنا بحبك قوي ومش هنساكق أبدا وحتى لما أجور هحكي الأولاد إن كان عندي مدرسة جميلة جدا وحببتني في اللغة الإنجليزية بالشكل ده طبعا ميجيهان قدتنا حب كبير جدا للإنجليزي حتى إحنا ما كناش بنحب الإنجليز خالص دلوقتي بنحبه جدا وكمان هي فرندلي قوي وتقدر تسمع حتى لو بحاجة بره الدرس ممكن تسمحها ودي طريقة التشجيع ميجيهان كان بشجعنا بيها وبجلس يعني شكرا جدا ميجيهان ميجيهان حبيت الإنجليز جدا مفضل حضرتك حبيت حسات حضرتك الممتعة اللي بتمقى فيها كلها شويك وفلها مكافئات جميلة زي دي قولتنا إن الموجهة قالتلك إن حركة كماني معانا بسطة جدا لإني بحبك وبحبها حساتك جدا والله بجل صحنا فرحانا قوي إن حضرتك ترجعت دينا تاني كنت زعلانا قوي قوي يعني صحنا لما قوي معبت أن حضرتك طلعا معيش وطبعا يعني دينا الشارات نحن أخذ مع حضرتك لإني شواء حضرتك ممتاز وإن شاء حضرتك نساء سعيدة علينا قوي حضرتك أحلى ميس إنجليش في الدنيا إحنا بنحبك جدا فعلا بازلت معانا من جميل كبير قوي وتعبت معانا جدا ببني وفائك وفعلا من أحسن ملابسين لا تغللت معاهم أنا ميس جيهان قطيب حتى شوفته في حياتي وبقد مست في كمة العسل كده وفكرة إن هي كانت هتطلع معايش ومش هتبقى موجودة كانت فكرة مش لطيفة ومكنتش قادرة أقبلها بصراحة بس بعد كده اكتشفت إن هي هتكمل معانا حتى بعد ما طلعت معايش فديه بقد كانت أكتر حاجة كانت ممكن تبسطني لأن أنا بقد بحب ميس جيهان مدرسة الإنجليش بتاعتي بجد من أحلى وقطية بالشخصية اللي أنا قابلتها وأنا وهي وعملنا متعاملنا مع بعض على الشاشة إن أنا التطلبة بتاعتها وهي مدرسة بتاعتي لأ بجد أنا ماعتبرها مامتي التانية هنتكلم عن ميس جيهان اللي هي أحلى مست سمعت بلناها إنجليش قبل كده طبعا كلنا زعلين جدا كلنا بدون استزناء عشان ما فيش حد سمع بلناها إنجليش غير وقال إن أنا فعلا مكنتش بأخذ قبل كده ميس جيهان بعد ما شاهدنا التقرير وكانت رسالة حب من طالباتك اللي أنت بتبنيهم لأنه هذا بناء إنسان وجهوها إليك هاي الرسالة حضرنا إحنا بيطلل كل هذا التقرير مع طالباتك شو شعورك الآن شو بتواجهي لهم كلمة شيء يسعد شيء يسعد إن مجهودي ده أنا تكتو والطلبة حسوا بصدق المعلومة اللي أنا وصلتها لهم أعرفوا قدية أنا بزلت المجهود ومقدرينه حقيقة قديني المجهود حاجة حالة طب ليه دي دموع فرح ولا دموع الإحساس إنك يعني نجحتي في الرسالة أه إحساس فرحة عارمة حقيقي إن إيه ألاقي إطراء من الطلبة كده يبقى حقيقة حسين أنا عملت إيه حقيقة حسين إن أنا بزلت المجهود وجبت يعني مدخلتش بمعلومة ما أصرتش معهم في حاجة وحتى يوم ما بقى زعل بيبقوا عارفين أنا زعلانة عشان إنتي أصرتي يبقى حصالح الميز دي مش هزعلها تاني وهفضل أعمل ده عشان أفضل زي ما هي شايفاني كويسة هفضل على طول كويسة فالحمد لله يعني شيء حلو جدا عارفين عتراف بالجميل المجهود أنا بزلته والحمد لله هو النتيجة الحمد لله رب الله عزيزي نس جيهان هاي الدموع هي دموع الأم لأنه الأم والمعلمة واحد نحكي تربية ومن ثم تعليم فالتربية الموكول إلها بأمانة الأم والمدرسة والمدرس بشكل عام هاي الدموع إن شاء الله ما رح تروح على الفاضي أو رح تذهب هباء الريح انت عم بتشوفي تعبك في بناء إنسان بتشوفي أمهات الآن صاروا من طلابك وأباء بتشوفي الناجحين بتشوفي الأطباء بتشوفي المهندسين فهي دموع العطاء ودموع الوفاء وربنا يعطيك الصحة وتخرجي أجيال وأجيال كمان إن شاء الله شكرا يعني بشكرك شكرا جزيلا وإنت نبتة من أرضنا الطيبة الله يكلمك مصر في ولادها الطيبين هم اللي يشيروها ويعلموا الأجيال المختلفة وأنا سعيدة وأفتخر أنا بحب مصر بشكل يعني أنا مفتخر أنا أنا مصرية أنا سعيدة بانتباع البلدي لأن بحب فعلا إن أنا أنتك حاجة في البلد دي واللي عملته عشاني وإحنا سعداء بيكي وأكيد ليكي مثل يعني أمثلة كثيرة في دولنا العربية كلهم من الصدق أكيد لتعليم الأجيال الأستاذة جهان سعد الدين أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتينا في بيت للكل الله يكرمك شكرا مشاهدينا الكرام زي ما حضراتكم شفتوا التعليم من أهم يعني الأشياء بالنسبة لنا مش بس في كل دولة من دولنا أردن أو مصر أو عراق أو فلسطين في كل دولنا العربية هو السلاح اللي ممكن نتركه لكل أجيالنا تمسكوا بهذا السلاح سلاح التعليم لأنه هو اللي حينصرنا أكيد طول الوقت دمتم في رعاية الله تصبحوا على الفرح